فريق كورة فريق كورة هتكلم في حتتين أو في ناحيتين ناحية الأولى مباراة سانداونز والناحية التانية مباراة الداخلية أو الاستعدادات للمباراة الداخلية الحقيقة مبارح فريقنا تعادل مع سانداونز في مباراة الجولة الثالثة في دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا كيف يصعد النادي الأهلي للدور التالي؟ خسرنا نقطتين عندنا مشاكل في الناحية الدفاعية عندنا مشاكل في فقدان الكورة في وسط الملعب عندنا مشاكل أخرى في الناحية الهجومية وقيمة الفرصة اللي أنا دايما كنت بكلم مع حضراتكم فيها طول الأسبوع اللي قبل مباراة سانداونز خلاص؟ كلنا عارفين هذا الكلام كلنا محللين لكورة القدم كلنا عارفين إن إحنا عندنا فريق جيد أنا دلوقتي خليني أوصل أنا بحب دايما بأواقعي خليني أوصل مع حضرتك لإيه؟ إحنا عايزين حاجة واحدة بس عايزين نصعد للدول اللي جاي طيب كيف يصعد النادي الآلي للدول اللي جاي؟ بدون أي حسابات بدون أي حسابات عندي أربع مباريات لو وصلت للنقطة 12 من الأربع مباريات أي أو بمعنى إن أنا أكسب الأربع مباريات اللي جاية حسعد بدون أي حسابات وبدون أي شيء وبالعكس أنا بشوف إن إحنا مباراة سانداونز مباراة الشوت التاني إحنا كنا نقدر جبنا جون واتنين وضيعنا جون واتنين وتلاتة في الشوت الأول كورة أحمد عبدالقادر كان ممكن لكن أحمد جابج وان قبل كده وضيع وحيضيع وحيجيب بعد كده فبالتالي خلاص المباراة وانتهت بحلوها وبمرها خلينا ننظر لما هو قادم يوم التلاتة عندي مباراة أو عندنا مباراة أمام داخلية ارتكبت بعض الأخطاء في مباراة مباراة خلتنا يعني اللي عنده الضغط ضغطه علي بصراحة يعني في مباراة مباراة أمام سانداونز ولكن أنا هنا بوجه كلامي لللاعبين حضرتك عندنا لكل لعبت النادي الأهلي للتلاتين لعب اللي موجودين في النادي الأهلي أو أكتر أو أقل شوية حضرتك إحنا النادي الأهلي ما عنديش مشكلة في أي حاجة غير أنه نصعد للدور اللي بعد كده طيب أنا لسه سائل كيف يصعد النادي الأهلي للدور القادم 12 نقطة 12 نقطة من 12 نقطة أكسب سانداونز في سانداونز أكسب القطن في القطن أكسب القطن في مصر والهلال في مصر كده حصعد ساعتها أعتقد أن الجماهير حتنسى الخمسة بنت الخمس نقاط اللي ضعوا مننا سواء في الهلال أو النقطة اللي ضعوا مننا هنا في التعادل مع سانداونز لكن احنا بنتكلم هدلوقتي قاعدين بنتكلم لكن الأمر صعب فريق سانداونز واحد وانا الكلام ده برضه قلته الأسبوع اللي قبل مباراة سانداونز فريق سانداونز فريق محترم فريق جاد جدا فريق يملك مشروع حقيقي إن هو عايز يعمل فرقة تفوز بكأس العالم للأندية أنا لما سألت في هذا الأمر قالوا لي إن إحنا بقالنا ثلاث سنين بنعمل كده بنعمل بنحاول نعمل فريق مش يفوز بمبطولة أفريقيا يفوز بكأس العالم للأندية دي وجهة نظرهم هي دي الفكرة اللي عندهم أو اللي هم عايزين يوصلوها للناس لكن هل ممكن يعلم إيه اللي ممكن يحصل في كرة القدم ولكن على الجانب الآخر أبص الفريقي أنا فريقي وهو 50-60-70% من مستوى كنت سهل قوي إن أنت تكسب مباراة كان عندك فرص تخليك تقدر تكسب مباراة لكن ما كسبتش فبالتالي حضرتك حطيت نفسك دهرك للحيطة يعني اللي هو خلاص ما فيش أي حاجة دهرك حيطة والبحر قدامك لازم أكسب إن شاء الله يعني طبعا أكسب الأربع مباريات القادمة علشان إن شاء الله أصعد للدور القادم غير كده مش هبتدي أفكر أقولك أصل الهلال فناخد نقطة من هنا ونشيل نقطتين من ده ونحط ده والهلال لازم يكسب سانداونز وسانداونز يتعادل معانا فمش عارف إيه حاجات كتيرة وحسابات كتيرة جدا ننتظر أنا شخصيا منتظر مباراة الأهلي وسانداونز في جنوب إفريقيا المباراة اللي جاية القطن في مصر مباراة المؤجلة صعبة وكل حاجة ولكن إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة فأنا هنتظر مباراة سانداونز في جنوب إفريقيا وأشوف مرسل كولر وفكره في هذه المباراة أو كيف ما هو لازم هيحضر لمباراة سانداونز في جنوب إفريقيا من دلوقتي لأن أنت عندك مباراة الداخلية يوم الثلاث بعدها مباراة القطن في مصر بعدها مباراة المقاولين على ما أتذكر ثم تسافر تلعب في جنوب إفريقيا طيب هل إحنا قادرين إن إحنا نكسب القطن في هنا في مصر وفي كاميرون وجنوب إفريقيا وسانداونز في جنوب إفريقيا لو قلت لحضراتكو آه هتقولوا علي أن أنا مش عارف إيه لكن أنا دايماً حقف مع فريقي وحقف في ظهر فريقي ليه؟ هقول لحضرتك لي لأنه لما جا بص على الشناوي مثلا الشناوي اللي إحنا كنا بننتقده بعض من جمهور الآله حتى بينتقد محمد الشناوي على أداءه في كاس العالم وفي بعض المباريات الأخرى اللي بعد كده طيب هو لو لشناوي مبارح ما كناش حتى وصلنا إن إحنا نتعادل لأنه الكرة الجوني الثاني هو شاله الكرة اللي شالها برجلو الشناوي مش حادر أجيب لكم الأعطات ولكن الكرة اللي شالها برجلو الشناوي في المباراة دي رجعتنا للمباراة وقدرنا نحرز التعادل والمكس أو يعني الهدف التاني في وقتها فخلينا دايماً في ظهر فريقنا خلينا نساند هذا الفريق الرائع وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده وتكلمت مع حضراتكم قبل كده قبل كاس العالم قلت لكم هيبقى عندنا مشاكل كتيرة جداً بعد كاس العالم لأنه أنا بلعب كل ثلاث يام مباراة أنا لعبت يوم السبت مع سانداونز هذا الفريق القوي زي ما حضرتك شفت هتلعب يوم الثلاث مع الدخلية طريقة لعب واسلوب مختلف تماماً وبعدين يوم السبت بطولة أخرى والأوتن الكاميروني بعدها المقاولين شكل تاني وطريقة تانية وتنظيم آخر ثم جنوب إفريقيا سانداونز وهنا بقى وهنا سأسكت قليلاً زي ما بيت قال هننتظر ونشوف إيه اللي هيحصل في المباراة سانداونز هناك لأنه نستطيع أن نفوز في هذه المباراة أيوة نقدر لكن كرة القدم أستطيع ما أقدرش أن أنا أقولك أن أنا حكسب ولكن أقدر أقولك أن أنا حبز لكل المجهود عشان أقدر أكسب ربنا كرم وكسبت دي يعني ده كرب من عند ربنا تعادلت برضو كرب من عند ربنا لقدر الله وتغلط ربنا هو لمقدر هذا الأمر شكراً للمشاهدة